بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معنا Chapter 12 Couplings وبنتكلم على المسالينمنت أولا كلمة alignment بتاعني استقامة يعني مثلا الخط الأحمر ده Perfect alignment ده معناه إيه؟ معناه أن محور العمود بتاع الموتر على استقامة محور عمود البنب يبقى الاتنين على استقامة واحدة وده Perfect alignment وده الشيء اللي أنا أحب أوصل ليه طيب المشاكل اللي بتقابلنا في الصناعة بقى إيه؟ هو أن أثناء عملية تركيب الموتر مع البنب بيحصل انحراف في الاستقامة عند النقطة أو عند المنطقة دي اللي هي منطقة تركيب الكابلينج اللي احنا بصدد الشرح لها طيب الأنواع المختلفة بقى للانحراف types of misalignment أنواع الاحتراف المختلفة الانحراف المختلفة أول حاجة إن محور العمود الأول ما يكونش على استقامة محور العمود الثاني ويكون فيه ما بينهم مسافة بالشكل ده كده طبعا مسافة رأسية جانبية بأي شكل من الأشكال فبنسميها parallel misalignment واحيانا يطلقوا عليها literal misalignment انحراف عرضي ده أول نوع من أنواع الانحرافات في الاستقامة بتاعة الأعمدة النوع الثاني إن يكون عمود منهم راكب أفقي بالشكل ده محور وأفقي والمحور الثاني بيشكل زاوية معاه ولتاكم مثلا نرزلها بالرمز theta عشان كده النوع ده من الانحراف بنسميه angler misalignment أو انحراف زاوي النوع الثالث بيجمع ما بين الاتنين إن يبقى عندي literal misalignment أو parallel misalignment وفي نفس الوقت في عندي angler misalignment اللي هو بيجمع ما بين الاتنين وده طبعا أخترهم المفروض إن أثناء التركيب أحاول إن أنا أوصل للحالة المثلة اللي هي استقامة عمود المحور بتاع الموتور يكون على نفس الاستقامة لمحور عمود المدخ الأنواع بتاعة الكابلينجز بتنقسم إلى قسمين rigid cobalings ده النوع الأولاني و flexible cobalings اللي هو النوع المرن النوع الأولاني ده طبعا it is used to connect two shafts which are perfectly aligned يعني ما فيش misalignment ما بين الاتنين الحالة المثلة إن يكون عندي perfectly aligned يبقى استقامة المحاور واحدة أو على استقامة واحدة أحد وأول نوع عندي اللي هو sleeve أو muff coupling هنتعرف عليهم بالتفصيل طبعا تاني نوع اللي هو clamp أو split muff coupling هو نفس النوع ده بس بيجي split يعني نصفين أو جزئين منفصلين or compression coupling النوع الثالث وده هنركز فيه الدزاين بتاعه اللي هو اسمه flange coupling النوع التاني من الكابلينجز أو التقسيم التاني اللي هو flexible cobalings القارنات المرنة ودي فيها ميزة مهمة جدا it's used to connect the shafts having both literal and angular misalignment اللي فيها انحراف في الاستقامة هذا النوع مخصص لها ده طبعا بديني ميزة كبيرة جدا لأن عدم وجود coupling تستوعب المisalignment هيؤدي إلى vibration عالية وبالتالي damage في الأجزاء اللي ركبة سواء كان في الكابلينج أو الأجزاء اللي ركبة على كلا العمودين في كلا الاتجاهين أول نوع عندي فيه منها pushed pin type cobalings فيه عندي universal cobalings وفيه old ham cobalings وبناخد أمثلة لها أو بنتعرف عليها من خلال الصور بتاعي النوع الأولاني اللي هو rigid cobalings أو sleeve أو muff cobalings دي بتبع عبارة عن كلمة sleeve عاملة كلمة زي طوق فبالتالي هي عاملة زي عمود مفرغ هي دي الجلبة عاملة زي الجلبة كده عاملة زي عمود مفرغ بالزبط نص منه مشترك مع العمود ده والنص الثاني مشترك مع العمود الثاني وفيه هنا الكي بيربط أو وسيط ما بين الاتنين بحيث لو دار العمود ده يدور الكي معه والكي متصل مع الكابلينج فبالتالي كل المجموعة دي تدور وهو ده الغرض منها عملية الديزاين بتتم ازاي؟ اول حاجة بفترض انا عندي هنا دي اوتر الدي انار هنا للكابلينج هي نفسها الدي بتاعة العمود يبقى انا هقول بفرضية هفترض ان الدي كابتل اللي هو القطر الخارجي للكابلينج بيساوي اتنين دي سمول زائد 13 ميلي والطول عندي هيبقى ساوي ثلاث اضعاف ونص القطر بعد كده المفروض ان الجزء ده طالما فيه هنا تورك التورك ده هوت هيسبب تورشنال سترس قمته وطبعا بما ان ده عمود مفرغ يبقى هاخد العلاقة اللي هي بتاعة العمود المفرغ ستة عشر طي على باي دي تكعيب في واحد ناقس كيه والسربعة حيث كيه اللي هي العلاقة ما بين القطر الاصغر او الداخلي الى القطر الخارجي طيب اللي هيحصل عندي ايه الماتيريا اللي هتبقى محددة مثلا هيقول لي تاو ونفترض مثلا بتساوي تمانين ميجا بسكال في الحالة دي تاو اللي هتطلع عندي نتيجة الفرضية دي لما اجي عوض هنا يعني هتطلع قيمة تاو طبعا هيبقى دي كابتال موجود عندي ودي سمول والتورك محسوب وكل شيء فبالتالي هتطلع قيمة التورك التاو هنا والتاو هنا هنفترض ان هي طلعت أربعين ميجا بسكال يبقى الدزاين بتاعي سيف لانه بيتعرض الى اجهاد التواء قيمة تورب أربعين ميجا بسكال في حين ان الماتيريال بتتحمل تمانين ميجا بسكال أما في حالة ان القيمة اللي هنا تطلع أكبر من القيمة دي يبقى الدزاين بتاعي انسيف وبالتالي برجع اعيد او ازود في قيمة دي هنا الى ان احصل على البيانات اللي تأمن الدزاين بتاعي ويكون سيف ويقدر يؤدي الغرض الوظيفي بتاعه نكتفي بهذا القدر وانا هلتقي في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة